موسيقى 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 ماذا يحدث عندما تسيء إلى المسيح؟ أهلا أحبائنا مشاهدين في كل مكان برحب فيكم في شخص الرب يسوع المسيح صلاة أنك تتبارك يملأ حياتك بسلامه ويفيد عليك بحضوره ويسدد كل احتياج في حياتك اليوم وتكون مبارك من كل ناحية في دخولك وخروجك في غلتك في بيتك في أسرتك في أولادك في بناتك بصلي بركة على كل مشاهد لهذه الحلقة العنوان طبعا ماذا يحدث عندما تسيء إلى المسيح؟ أو عندما يسيءون إلى المسيح؟ طبعا أغلبنا اللي عم بتشاهد وبتابع الأخبار في هذه الأيام ولسيما في فرنسا وفي دول عديدة عم تستشف أو عم تكتشف يعني في نوع من الغضب العارم وفي نوع من حب الانتقام وفي نوع من عدم الرضا في هذه الأيام سأشارك في هذا الموضوع لكن أنا بشجعكم أن تشاهدوا هذه الحلقة وإذا في أيضا عندكم أصدقاء يشاهدوا شجعوهم أن يشاهدوا هذه الحلقة لأنه رح نلقي الضوء على هذا الموضوع ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان ماذا يحدث عندما تسي أو يسي أحدهم إلى المسيح خليني في بداية هذه الحلقة أستعرض بعض الأمور أولا أن بلاد الغرب سواء في أوروبا أو أمريكا أو كندا أو حتى أستراليا ونيوزيلندا هذه البلدان كلها تأسست على مبادئ مسيحية أو بسموها جوديو كريسشنز يعني أخلاقيات الكتاب المقدس سواء من العهد القديم والعهد الجديد وطبعا بتطبق هذه التعليم وحتى قوانين الدول أو القوانين في هذه الدول بكل بساطة بتسير أو تحكم بحسب الوصايا العشر شيء ثاني أنه في هذه البلدان في فصل بين الدين والدولة يعني أغلب هذه البلدان هي بلاد علمانية العلماني فإذن هو شخص لا ينتمي لدين أو يحاول أن يركز على دياني أو طايفي محددة مع أنه في هذه البلاد في كتير فيهم من المؤمنين المسيحيين طبعا لأنه تأسست على مبادئ الكتاب المقدس فهذه القوانين اللي بتحكم هذه الدول لكن من ناحية تانية رغم أنه هذه المبادئ وهذا هو الأساس في التشريع والقوانين في هذه البلاد إلا أنها بلاد علمانية في شيء اسمه قانون طبعا يعني زي قانون الأمم المتحدة حقوق الإنسان وحقوق الإنسان في مواصفات في خصائص اللي بتتم وكل الدول المفروض تمشي وتتبع هذه القوانين في هذا الموضوع فإذا هذا البلد العلماني برحب في اللاجئين بيتحرك حتى مع أنه علماني بيتحرك في مبادئ أخلاقية اللي هي أصلا كانت مبنية على كلمة الله على الكتاب المقدس رغم رغم ابتعادهم عن الله ورغم أنه أغلبية الناس إما علمانيين في الملحدين يعني الكلاسيكا للفعل الملحد لا يؤمن بوجود الله وفي من المتشككين أو الوجوديين يعني الناس يعني أنواع فلما برحبوا في كل الناس في اللاجئين بحاولوا يطبقوا هذه المبادئ في احترام لحرية التعبير حرية الديانة حرية الرأي والإنسان يختار أن يعبد ما يريد أن يعبد وإذا كان اختيار العبادة أو التعبير عن الحرية أو التعبير عن الرأي يناقد القانون أو يتعد على القانون أو يحاول أن يفرد نفسه ضد القانون فطبعا يمكن بيكون في نوع من المسايرة والتهادن وهذا اللي عم بيصير في هذه الدول لألا نعثر ولألا يكون فيه إشي اسمه هيت كرايم يعني جرائم الكراهية ولا الإزدراء بالأديان مع أنه هذا استلاح كبير 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 يعني التطبيقه مش بالسهولة اللي إحنا بنتكلم فيها حبيت أستعرض في البداية هذه الأمور على أساس نفهم خلفية البلاد فهذه البلاد هي ترحب بكل الناس ولسيما العالم الإسلامي والعالم العربي والعالم الأفريقي وكل الدول التي تحتاج ولسيما الدول العربية والإسلامية اللي هارب من الأنظمة واللي هارب من القوانين واللي هارب من الدين والعبودية وهارب من كل شيء بحثا عن الحرية بحثا عن حياة جديدة اللي يهتم بعيلته ويهتم بحياته ويكون جزء من هذا المجتمع وليس منفصلا عن المجتمع جزء من المجتمع حتى يكون المجتمع الكامل اللي هو من خلفيات عديدة حتى لغات عديدة من ديانات عديدة من طواقف عديدة مش بس مسيحيين يهود مسلمين في طواقف كتير في هذا العالم وهي الدول بشكل عام بتسمح أنه كل واحد يمارس العبادة وحريته في مكان العبادة بشرط أنه ما يضايق كتير مرات بيتنازل عن هذه القوانين لألا يعثروا وعلى أساس ما يدخلوش في مواجهة وعلى أساس أنه تكيب يحافظ على السلام فأنا حبيت أعطي فكرة أنه كتير مرات من أحبائنا المسلمين بعمموا هذه دول مسيحية لا ما في شيء اسمه دول مسيحية هل تعلم أنه في مسيحيين في الصين أكتر من أمريكا هل تعلم أنه في مسيحيين في آسيا أكتر من أو في جنوب أمريكا مثلا البرازيل أو في أفريقيا أعداد كبيرة فهذه التسمية ممكن تكون تسمية صحيحة على أساس فهذه ابتدأت كمبادئ مسيحية أخلاقية اللي سنت قوانين اللي هي احترام الآخر والاهتمام بالآخر والاعتناء بالآخر ولما في حرب أو في مجاعة أو في أي كارثة ولسيما في هذه الدول أول دول بتشوفها أنه هاي الدول اللي بتهتم أنه تبعث الإعنات والمساعدات الإنسانية وبتهتم بالإنسان كإنسان لأن الإنسان هو قدس أقداس الله لأن الإنسان بكل بساطة مخلوق على صورة الله فهو أهم ما في الخليقة على صورة الله المقصود الصورة الأدبية الصورة الروحية طبعا أكيد تفهمين علي لا أقصد الفكرة الجسدية حاشة أن تحدد الله في هذا الموضوع لكن بالآونة الأخيرة طبعا ومش بالآونة الأخيرة عم نسمع كتير مرات بيكون فيه اعتداءات باسم الدين وبيكبر باسم الدين وممكن يقتل في اسم الدين طيب هل هذا الشيء؟ من أول التاريخ الإنسان مش كامل ودائما يعني بيستخدم الدين فالدين هو ذريعة أنه يتمم مقارب أو أي شيء ولعاوز أقوله أحبائي أنه الإنسان مهم جدا في نظر الله فعندما نتكلم عن ازدراء الأديان مثلا ما هو المقصود؟ هل هو المقصود من طرف واحد؟ أنا فيي أتكلم ما أريد بأي موضوع ضد الشخص الآخر وإن الشخص الآخر لمسني أو حكى كلمي على طول أعتبرها جريمي والعقاب بالقتل ما هذا النوع من التفكير؟ خلينا أقول في البداية يوميا كم من الإهانات اللي منسمعها عن شخصية يسوع المسيح؟ لما بتغير اسم يسوع اسمه يسوع مش عيسى ويوميا بتقال هذه الكلمة لما بتغير من طبيعة يسوع وبتعمل يسوع بتشكله بحسب رأيك ما رأيك في 2.5 مليار أليست هذه إهانة الـ 2.5 مليار اللي بيحترموا يسوع المسيح ثم أحبائي يعني لما دايما حتى بالصلاة وأنا بتكلمها دايما مع أحبائي وأصدقاء المسلمين وعاوز أقولها بكل محبة الغرض هون مش على أساس أعمل مقارنة ولا أتكلم ضد أي إنسان البرامج ما أكثرها والفيسبوك ما أكثره أنا بس عاوز يعني أوضح حقائق عن هوية يسوع المسيح لما أنت بالصلاة بالصلاة بتقول ولا المغضوب عليهم ولا الضالين ما هو شعور المسيح أو شعور اليهودي في هذه الصلاة التي تعتبر إهاني للشخص الآخر أو تقليل أو يعني ازدراء في الشخص الآخر وانت مش داري في هذا الموضوع أو لما انت بتمس في قدس أقداس العقيدة المسيحية التي تؤمن بصلب وقيامة المسيح مدعمة بكل البرهين في هذا الوجود بعد يعني مئات سنين في القرن الثامن بتيجي بتقول وما قتلوه وما صلبوه شو بكون شعور المسيحي في هذا الموضوع إذا هذا الموضوع فإذا الفكرة اللي عاوز أتكلمها موضوع الإزدراء هو مش من طرف واحد إنه يحق للإنسان أن يتكلم بما يريد وأن يفعل ما يريد وإذا الشخص رد عليه مجرد رد تعتبر إهاني أو تعتبر إزدراء أو تعتبر كراهي وأنا أقول لك لأن هذه المشكلة مشكلة المسيحيين في الغرب هل تعلم أن المسيحيين في الغرب أنا بتكلم على المؤمنين يعني المسلم عنده حقوق أكثر من المسيحيين في الغرب فهل تسمع تهديد أو وعيد أو أي شيء مما شابه؟ فإذا إزدراء بيسوع المسيح شفناه في الشرق شفناه في الغرب وليس لأي سبب آخر أنا مش عاوز أعمم على فكرة مش لأي سبب هو بكل بساطة لأنه مسيحي والكتاب تكلم أنه الاضطهاد رح يزداد ولسيما في آخر الأيام ضد الكنيسة والرب يسوع تكلم في إنجيل يحنى الإصحاح السادس عشر يظنون يعني في ساعة يظنون أنه لما بيقتل شخص بيقتل بإسم الله بإسم الدين كأنه عم بقدم خدمة لأله شو اللي ليه أنا عاوز أتكلم في هذا الموضوع مش على أساس أزيد على هذا الموضوع لأنه كثير من زملاء الخدام يمكن يتكلمون عن هذا الموضوع بكل وضوح فرنسا هي بلد علماني استقبلت ملايين اللاجئين خلال السنوات الأخيرة وهكذا أوروبا وهكذا شمال أمريكا وأستراليا أيضا وعندما يأتون لا تميز نفس الإعنات نفس المساعدات ومطالب أن كل إنسان اللي بيحصل على الجنسية أو المواطنة أنه يحافظ على القوانين يدفع الدرائب مثل ومثل أي شخص يعني الجميع متساوين في هذا الموضوع بفرنسا إذا بتتذكر الثورة الفرنسية درسونا بالمدرسة بالمدرسة هي عمليا سواء إذا كانوا اليونانيين القدماء اللي يعني قدموا فكرة الديمقراطية يعني من قديم الفرنسيين كان عندهم ثورة ليبرالية معناته مش كل شيء منوافق عليها بس إنه حطوا الدين على جنب ومش عاوزين لكنيسة تدخل أي تدخل بكل الشؤون السياسية أستاذ عم بدرس الطلاب ويمكن بنظر المسلم أنه أساء لأنه وضع صور للرسول واحد من الشيشان بفرنسا قطع رأس هذا المعلم وطبعا ثارت فرنسا لأنه مش أول مرة هذه حالثت كثير في أوروبا في الشرق الأوسط وفي أماكن عديدة في العالم نحن ندين كل أنواع العنف فمثلا في نيوزيلندا قال أنه هذا الشخص اللي يعني فات على المسجد وبالرصاص قتل كثير من أحبائنا المسلمين هو لم يكن مسيحي أصلا يعني قالوا هو مش مسيحي فقالوا هذا المسيحي الكافر إلى آخره كل البلد اعتذرت حتى رئيسة الوزراء لبست الحجاب وكله يعني عم بحاول يتعاطف مع المسلمين لأنه اللي تعمل شيء غلط وهذا مش تعليم المسيح يعني هذا مهم جدا لأنه اللي بيفعل لازم يتبع تعليم هذا ليس تعليم المسيح لأن المسيح ضد العنف وتلميذ المسيح ضد العنف وملكوت المسيح امتد بدون دم يعني قطر الدم واحدة بالعكس هم ماتوا من أجل المسيح فرنسا مثل ما ذكرت بلد علماني عندهم حرية التعبير أبسط شغلة بدل ما يقطع راسه طيب يثقف المجتمع يقول إحنا واحد تنين تلاتة إحنا بالنسبة لنهاي إهاني كده ثقف الناس علمهم عن الدين مش تنفرهم علمهم عن الدين آه ممكن ممكن تخيف الناس بس حتى إخافت الناس كمان له عواقب يعني أنت تخيل لو كل بلد عاوز يكون عنده ردة الفعل اللي أنت يعني عملتها تجاه الفرنسيين وقاطعوا إلى آخر كل هذه الأمور طبعا الرئيس فرنسا ماكرون قال أنه هاي كانت إهاني مش ل مش للمعلم كانت إهاني لفرنسا يعني إهاني لفرنسا لأنه فرنسا عندها قوانين عندها تشريع والقانون هو فوق الجميع بدون أي استثناء كل الناس هي تحت القانون وحتى في معظم هذه الدول أنت لما أنت بتأخذ الجنسية أنت بتشهد أنك أنت تحترم القانون ومبادئ هذه هذا الدولة فإذا هذا قطع رأس معلم وثارت الدنيا وشفنا تركيا عم بتهدد وأردغان عم بهدد وطبعا الشرق الأوسط يعني انسينا شو عملوا الأتراك بأجدادنا انسينا وكم من الدماء التي شفكت على فكرة مش بس قتلوا أرمن وسريان يعني ومش بس هدموا ألاف الكنائس ومش بس أخدوا آية صوفية ومش بس إذا في جدود عايشين إلى اليوم اسألهم شو عملوا في الحكم الأتراك وكأنه نتناسى آه ناصر أخاك ظالما أو مظلوما أي مبدأ هذا الكتاب يقول اعزلوا الخبيث يعني بغض إذا أخوك خبيث وعنده مرض كانسر شيل الكانسر لألا يأثر على كل الجسد بعدين الناس بتتطور والدنيا كلها تطورت ما فيك تطبق قوانين على بلد انت عايش فيها ما كل من خيرها وتحت حمايتها انت عارف انه هذا الشيء اللي عمله أو يعني لا يمكن استحالي يعمله في بلد عربي ومين اللي بيتجرأ اهين شيخ ولا امام ولا رئيس عربي في الدول العربية بصراحة لأنك انت عارف انت بفكرة كأنه البلد ضعيف لا ليس الشجاعة ضعف الشجاعة انك تحاول بقدر الامكان تحتوي الامر ويكون عندك محبة ويكون عندك صبر ويكون عندك اهتمام بالشخص الاخر لأن انت وانا في يوم الايام رح نوقف امام الله فهي العملية مش بينه بينك ولا دينه ودينك واصلا بالمسحية يعني احنا دام نقول هي صلة حياء شركة علاقة مع اله حي بس اذا حطناها ككونتكست يعني الدين بحيث انه لها قوانين ولها شرائع الى اخره مع كل هذا اللي بسود هو قانون المحبة في المسحية فالمحبة ليست ضعف والمحبة هي الشفاء للحقد والكرهية المحبة هي التي تشتشف الصدور وهي التي فعلا تكون شفاء للنفس في الداخل بعدين يعني بينه بينك كم من الناس اللي بتهين الله وبتسب الله وبتحتقر الله طيب ولا شيء عم بيعمله هو احنا منعبد الله ولا منعبد النبي سؤال كتير كتير مهم لكل واحد مننا لما اتكلمت مع صديق المسلم قال لان الله وملائكته يصلون على محمد فاذا انا اعبد من اعبد الرسول ام اعبد الله التجديف عقابها في العهد القديم القتل الموت لكن في ناس اهانت موسى وسبت على موسى وازدروا بموسى والردة الفعل موسى لالله قال له اذا انت بتدخلش وترحمش هذا الشعب خدني موتني كان بيتشفع عن الشعب فاذا هاي المبادئ اللي تقسط تأسست عليها الدول مش بتجعلها انه افضل ولا احسن لا مع انها دول متطورة جدا لكن اي دولة مكتوب البر يرفع شأن الامة وعار الشعوب الخطيئة اي دولة اي شعب يقول للرب ابعد عننا لاننا بمعرفة طرقك لا نصر في يوم الايام لابد ان يحاسب الرب على الارض ويجازي هذه الدول ولكن يوما ما كل واحد مننا سوف يقف امام الله الديان العادل عادل يمكن شفنا الحادسة الشاب التونس اللي صلى في الطيارة طب ما انت عارف انه ما بيقدر يعملها ولا في اي طيران عربي ولا باي طيران عربي شمعنى بتعمل واحترموك وبعد ما احترموك رحت ضربت المضيف عندك شاب ثالث اللي يعني كلنا شفنا على الفيديو عم بكسر الصليب في بريطانيا والاغرب رأى الكنيسة الكنيسة المعمدنية اتصل في الشرطة ليه اتصل خايف على الشاب قال الصليب ممكن نحط صليب تاني مش مشكلية الاشي في القلب يعني مش المبنى ولا الصليب ولا اي الصليب ممكن نحط صليب تاني بسان خايف على الشاب يقع من فوق ويأزي حاله القسيس شفت اخلاقياته والشاب اللي كان بكسر الصليب شفت اخلاقياته انا دوري مش على اساس الدين ولا اقول انه في شيء افضل من شيء انا عم بحاول اتكلم اوضح حقائق الحقائق هاي العلاج بسيط جدا بسيط بسيط ما فيش ابسط منه العلاج هو عشر دقائق بس انك تقرأ تعليم المسيح على الجبل عزته على الجبل في بشارة متة في انجيل متة اصحاح خمسة اصحاح ستة وصحاح سبعة عشر دقائق اقراها ولما بتشوف تعليم المسيح سوف تنبهر سوف تشعر بخجل سوف تقيم نفسك سوف تحاسب نفسك سوف تعتذر للدنيا كلها في شيء تعليم مثل هذا التعليم موجود في الكرة الارضية عشر دقائق تفقد أبديتك بسبب عشر دقائق اقرأ العزة على الجبل شيء آخر اترك الدينون لالله الله هو الديان مين وضعك انك انت تحاسد طبعا في محاكم خلي المحكمة تحكم هو يعني مباشرة يعني منجيب الشخص ومندينه بعدين صار زي فريق برافو يعني انت نصرت الاسلام ينصر دينك مش نسمع هاي التعبير ليه أين المحبة أين الغفران أين المسامحة تعرفوا غاندي قال لو أردنا أن نقلع العيون كل العالم بصير عميان فإذا أحبائي يعني لما بتغزي الحقد خلاص الكراهية بتصير في الإنسان والكراهية بتعمل عين بعدش يشوف الحق بشوفه باطل والنور بتصير ظلمة والخير شر وبشوف كل الناس يعني أحقر وأقل وبيقلل من شأنهم لأنه من جو عم بغزي الحقد وكيف تغزي الحقد يعني أحكي لك كيف ممكن أغزي المحبة أغزي المحبة عندما أصلي بالصلاة لما أنا بتصلي الله بيغمرني بحضوره فلما بنتهي من الصلاة مش رح أضرب المضيف بالعكس رح أعانق الشخص الآخر أحبه كيف أنا بمتلئ من المحبة عندما أقرأ بالكتاب المقدس من كلمة الله كلمة الله بتبكتني كلمة الله هي المقياس اللي بتخليني فعلا أحاسب نفسه وأقيم نفسه وأتوب عن خطيائي فأتجدد ويتجدد ذهني كيف ممكن أمتلئ من المحبة عندما أتشبه بيسوع المسيح عندها أدرك أنه كل إنسان مخلوق على صورة الله ليه أقتل الإنسان طبعا القتل يسوع قال أنه الشيطان كان ذاك قتالا منذ البدء يعني هو الأساس القتل واللي بيقتل يعني الشريعة بتحكم يعني أنه القتل عقابه الموت فإذن ليش تقتل شخص طيب سوف أقولك إنك كنت عملت عمل بطولي طب ليه تقضي كل الأبدية في جهنم النار تتعذب مليارات السنين على إيه أخذت حياة إنسان ليه طب يمش عنده أولاد عنده بيت عنده عيلة مش إنسان هذا وهل كل إهانة صار لازم القتل والموت والكده أين الشجاعة أين القوة آه إلا إذا أنا عايش برعب وخوف طيب تعال للمسيح المسيح بيحررك من الخوف بيحررك من الرعب بيحررك من كل قيود عندها تحب الآخرين تحترم الآخرين وتقدم الآخرين أنا بتكلم على الناس اللي بيستخدم الدين لمصلحتهم الشخصية مش بتكلم على كل إنسان وهذا طبعاً الرسالة للمسلمين وللمسيحيين يمكن المسيح عنده كراهية بس لأنه محدود في دولة محدودة أو في قوانين محدودة بتحدده مثلاً في الدول العربية هو عم بيقتل بس من جوه عم بيكره عم بيكره الشخص التاني وبيكره بسبب ما فعله دائماً بيحس أنه هو أقليه وعم بيهان في المدرسة في الجامعة في العمل من جوه عم بيقتل الكراهية فلم برضو محتاج يتحرر من الكراهية من يبغد أخاه فهو قاتل نفس فإذن في قانون الله الأمر بيختلف كلياً بيختلف أحبائي المسيحيون يحبون الناس المسيحيون يهتموا بالناس المسيحيون هم اللي ابتدأوا بكل الأعمال الخيرية كل المنظمات الخيرية في العالم المستشفيات والمدارس والعيادات وكل هالأشياء ابتدأتها المسيحي ليه؟ من قناعتها وإيمانها كل إنسان جميعاً نحن جميعاً سواسية أمام الله ما في حد أكبر من حد إيمانك طبعاً كل واحد رح يواجه الله أنت بتتكلم عن دينك وأنا بتتكلم عن يسوع المسيح وترك الله هو اللي دين واللي يحكم في هذه القوانين السؤال الثاني طيب استخدام العنف ماذا لو أراد الغرب يستخدم نفس الأسلوب ونفس الطريقة العنف أنت قتلت أنا رح أقتل قتلت واحد أنا رح أزيل بلد كامل تخيل لو هاي العقلية موجودة كله غلط واستخدام الدين غلط واستخدام الآيات في قتل الناس غلط وأنك تقتل نفس القاتل إحنا منعرف عقاب الموت ومش بس الدينونة المخيف المروع المريعة في جهنم النار فإزاي كيف ممكن تشجع واحد يموت وانت عارف أنه مصيره جهنم النار لأنه قتل نفس أنا بدعوك أنك تفكر في هذا الموضوع رح أخذ تفاصل قصير وبعدين نكمل في الموضوع إذا فيه أي مكالمة ممكن ناخدها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا أحبائنا مشاهدينا ما زال السؤال ماذا يحدث عندما تسيء إلى المسيح ذكرت أنه في بلاد الغرب يعني عندهم حرية التعبير حرية المرأة حتى حرية الحيوان حرية في كل شيء وأن هذه الحرية والتعبير سواء في حقوق الإنسان هذا القانون ينطبق على الجميع في الدولة بغض النظر شو ديانتك شو طايفتك حتى في عبدة شيطان بينطبق عليهم القانون لأنه هذه القوانين الغرب لكن يعني عبر التاريخ أنا بتكلم التاريخ العربي منشوف فيه إساءات كثيرة للمقدسات وكأنه أنا لازم ألتزم لأنه هذا مش من حقي الأقوى منه خلاص هذا قانون بينطبق أنه هين المقدسات بتاعتي بعدين واحدة من الأشياء اللي دايماً بتسمعها أنه ما تشهيد مفهوم الشهادة أو الموت كشهيد يعني يختلف كلياً في العالم العربي عن الفكر بديش أقول المسيحة الفكر العالمي بشكل عام سواء في تموت بسبب إيمان بسبب قضية بسبب مثلاً حرية بسبب سياسي يعني بسبب عدو عم بحاربك وانت متت يعني بتحاول تدافع وانت متت واستشهدت إلى آخر يعني القوانين كلها اتغيرت أنا بتذكر كنت في طيران داخلي في سوريا كان في عطل فني أنه التبريد ما كانش مزبوط والطيارة والطقس كان حار جداً والكابتن اعتذر لكل الناس وقال أنه في عطل ما عليش تحمله وكان كل الناس واحد وراي شاب يلا خليها تطلع الطيارة وبلك موتنا خليني أموت شهيد فيه بالمقعد الجانبة من الجهة الأخرى ست محجبة اطلعت عليه وقالت له شو هل هبل هذا ونزلت فيه بهدله بصراحة يعني قالت له أنت بدك تموت موت منين هذا التعليم الشهادة فعلاً بهدلت طلعت على هاي ست قلت لها يسلم تمك يسلم تمك بدي أبوس إيدك على الكلمات اللي حكت لأنه فعلاً يعني الطريقة اللي تكلم فيها بتدل على أنه مغفل نحن لا نهلك الحياة نحن ننقذ الحياة تعرفوا كل مؤمن هو مثل طبيب الطبيب بغض النظر حتى لو عدوه بحاول ينقذه إلى آخر لحظة مش بتوخد الحياة نحن ننقذ الحياة الناس غلطاني مش فهماني بدينك أعلم اشرح بالموعزة الحسنة مش بالقتل بعدين شو استفت أنك أنت قتلت طبعاً أنت رح تثير ناس تانية ورح تكثر من الكراهية من جماعات أخرى أنا بتمنى أنه الأمر يعني ينتهي وأنه فعلاً محبت المسيح تشفي كل هذه الأمور بس شو تحقق من هذا الموضوع وشو الإشي اللي بيتحقق بتهديد الدول والمقاطعات وكل هذه الأمور اندل على شيء فعلاً مثل ما قال وقت الإتحاد السوفيتي أنه الدين أفيون الشعوب لما الدين بيخدر الإنسان وبيخدر عقل الإنسان قراراته كلها بيعدش يتحكم فيها لكن الإنسان مدعو أنه يمتلئ من محبة الله من سلام الله من فرح الله مدعو أن يكون مغمور في حضور الله نهتم بعضنا البعض ونساند بعضنا البعض الجعان نطعمه المريض نشفيه السجين نزوره المعذب نعزيه المقيد نحاول نفكل القيود نحاول نخفف الآلام كل واحد فينا مسؤول في هذا العالم نخفف الآلام الدنيا كلها مضروبة وشايفين الكورونا وشايفين الأمراض والأوبئة بدل ما أنه كلنا نحط إيد بإيد ونساعد بعض ونسند بعض ونحب بعض ونبني بعض وفعلا أنه كلها حب ربك واخدم بلدك يعني خليك مواطن صالح في كل معنى الكلمة هذا اللي احنا بنؤمن فيه كمسيحيين قبل ما أكمل خليني أخد مكالمة من من زكريا من المغرب أهلا وسهلا أخ زكريا تفضل أخ زكريا أنت معانا على الهوى سلام ونعمة الأخ نزار شهر سلام ونعمة معاك يا أخ زكريا أهلا وسهلا الله يحفظك أنا أشكرك على برنامج ليكون نور فكان النور ولم يعد هناك ضلام على البشرية وفي المغرب وفي الززائر وشمال إفريقيا وسهلا ضلام الإسلام دين خرافة عن بلاد المغرب والززائر والعالم كأكمل وأنا أوجد رسالة لشباب المغرب والشمال إفريقيا والززائر لترك دين الخرافة للإسلام وهو دين الخرافة ودين الخرافة وخرافة حصال البوراق وأني أعتنق المسيحية هي الدين الحقيقي ودين الحياة واتباع نور المسيح وتعاليم كتاب مقدس وترك دالة من الإسلام دين الخرافة ورمي القرآن في مزبال وطلب الكتاب مقدس من قناة الحياة أقرب كنيسة وأنا أطالب الأمم متعيدة بإرغاء مادة تربية الإسلام التي تدرس بالمدارس وبالتانويات الإعدادية من المغرب والزائر والعربية والأفريقية وتعويضها بتدريس مادة كتاب مقدس وتعاليم كتاب مقدس وتعاليم الوصايا العصر بالمدارس بالمغرب والزائر وسماء الأفريقية وطالب أمم المتحدة بإخلاق إداعة القرآن الكريم وقناة القرآن الكريم بالمغرب والزائر التي تنصف الآيات التي تحطو على الإرهاب وكذلك الآيات السيطانية من القرآن وكذلك يجب على شباب المغرب والزائر أن يعرفكم أن الإسلام هو دين الخرافة وأن محمد كان قام بجواز تزوج بعائسة وعمره خمسة سنوات وكان عمره سبع وخمسين خمسة وسبعين سنة وكما حتى القرآن على جواز الرديع والطفل عائسة وكذلك قام محمد بنكاح نكحة الوداع نكحة جوزته قبل أن تدفن في القبر دين الإسلام هو دين الزينس والنتاع فقط والاستهتار بالبشرية أو بالمرأة وأنا أدعو العالم والسباب المغرب والزائر والعالم العربي وسماء الأفريقي اتباع نور المسيح وتعالى من رب يسوع المسيح وطلب الكتاب مقدس من قناة الحياة وكذلك الاتصال بأقرب كنائس والكنائس مفتوحة 24 ساعة في المغرب والزائر والسماء الأفريقي وكما وطالب كذلك الأمم المتحدة إلى يعني عمل تقرير حول ويزارة التعليم بالمغرب والزازائر والسماء الأفريقي والعالم العربي وإلغاء مادة التربية الإسلامية وكما أن هناك أبناء مسيحيين بالمغرب والزازائر والشمال الأفريقية والإمارات يعني يجب أن لا يدرسوهم التربية الإسلامية التي تدرس القرآن الكريم وأن يدرسوهم الكتاب مقدس وأن تلغى تلك المادة أصلا من وزارة التعليم وعلى الأمم المتحدة محاسبة وزارة التعليم بالمغرب وزازائر والشمال الأفريقية ومحاسبة القنظمة الدكتاتورية بالسماء التي تبت عبر إداعة القرآن الكريم والإداهات والقنوات القرآن الكريم والزائر تبت أيات الشيطانية تحضر على قتل المسيحيين يعني أدخلتك وصلت الموضوع أتفضل أي والذي اقتراح حول الموضوع الحلقة أنا كتبت يعني حول الموضوع الحق الذي يخص من يسبب المسيح يجب أن تعرف أن الإساءة للمسيح أنا لا أقبلها وأن الرب يسوى المسيح هو الله يثبت لأنه ولي كل المسيحيين بالمغرب орتدوكس خاصة الارتدوكس النسيحي المغاربة وعلى القناة الحياة أن ت Lord تمتعل كنائس للأرتدوكس النسيحي المغاربة وعلى الباب تودر أحفظ أخذ والرب أقمص الكنيسة الأورتدوكسية بالمصر أم يسو المغرب له له أسيس كنائس أورتدوكسية المغاربة وصلت مدخلتك أخي زكريا أخي زكريا وصلت مدخلتك وأنا بشكرك كتير كتير أنت عبرت عن رأيك وأنت عبرت عن فكرك كشخص عابر من الإسلام إلى يسوع البسيح أنا بكل بساطة بحط طلب بسيط يعني أنت حكيت كتير طلبات يا أخ زكريا كل اللي بطلبه أنا هو طلب حرية الدياني أعطي للإنسان أن يختار الدين بدون ما يكون العقاب بالموت إذا شخص آمن بالمسيح عاوز يغير بالهوية اسمه يغير يكون لا أكتر والأقل هاي الحرية اللي إحنا منطالبها خليني أرجع وأتكلم عن يسوع المسيح إحنا لما نتكلم الكلام للجميع والكلام مش بتحدد فئة معينة للمسلم للمسيحي لليهودي لأي شخص بشاهد هذه الحلقات الشيء اللي بيعجبني في يسوع المسيح إنه كان شخص حازم حاسم ما كان يتأثر بالوضع رغم إنه كادا مرة حاولوا بمراوغة يسقطوا ويشتكوا ويجدوا علة على يسوع المسيح لكنه كان كاملا كان حازم في كل المواقف تعرفوا يعني مرة يسوع هو ريح للقدس أخذ طريق السامريين في قرى في ضيعة من السامريين قرية رفضوا يعني دخول يسوع من هذا المكان من الغضب يحنى ويعقوب اللي هنا بيسموا ابني الرعد يعني كان عندهم غضب شديد عارم وأصلا كان فيه عنصرية بين السامريين وبين اليهود فقالوا ليسوع المسيح يا رب أتريد أن ننزل نار من السماء ما هو طبعا يسوع عنده كل القدرة يعمل ما يريد بس لم تكن هذه إرسالية المسيح أجاب يسوع وقال لستما تعلماني من أي روح أنتما لأن ابن الإنسان أو يسوع لم يأتي ليهلك أنفس الناس بل جاء أتى يسوع ليخلص هاي الرسالة رسالة يسوع يعني كان ممكن كان تعتبر إهاني بحق يسوع المسيح ومع كل هذا قال لستما تعلمان هاي مش روح المسيح روح العنف والقتل اللي بتصطحب فيها الكذب والضلال وكله هاي روح شيطانية لأنه بيقتل نفس يعني كأنه بيوقف أمام الله بقوله أنا ضدك مباشرة هاي الفكرة لكن المسيح قال له هاي مش روح المسيح روح المسيح المحبة طبيعة المحبة والنور هذا هو يسوع المسيح وحتى هو على الصليب عم بهينه فيه عم بيصخروا منه وأخذ تعرف لحظات أن يقول يا أبتاه وهو على الصليب اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون عم بيصلي للآب بقول له اغفر لهم اغفر مش عم بيعرفوش الشيطان أعمى عينيهن جهال اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون ما هي قمة تعليم يسوع المسيح المحبة لكن كل هذا منحطه في تعبير واحد مثل الفروميا إصحاح 13 آية 8 مكتوب لأنه من أحب غيره فقد أكمل النموس لاحظ أن الرب يسوع المسيح تكلم عن القانون الذهب بشكل إيجابي مش بشكل سلبي خلينا أقرأ فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم لأن هذا هو النموس والأنبياء في العزة على الجبل مثل ما شجعتك أنك تقرأ في إنجيل متى أصحح 7 والآية 12 هذه الآية تعتبر جوهر المبادئ الأخلاقية المسيحية هي بالحقيقة أساس أعمال الخير والرحمة أنه مش بس مش بشكل سلبي ما تعملش إذا أحد بدكش يعمل فيه لا لا أن تأخذ المبادرة في عمل شيء صالح لهم يعني الله يمطر شمسه على الأبرار والأشرار على الطالحين والصالحين بيعطينا الهوى بيعطينا الغلات بيعطينا البركة بغض النظر فهو ما أخذ المبادرة فبقول بنفس هذه الطريقة لأن هاي الطريقة هو النموس والأنبياء يعني كل كل الكتاب المقدس هو مظبوط تحب الرب إلهك من كل قلبك بس كيف تعرف إذا فيه محبة تحب قريبك كنفسك يعني تحب جارك تحب أخوك تحب قريبك والقريب سألوا يسوع من هو قريبه تكلم عن السامر الصالح اللي ما كانش من شعب الله كان يعتبر عدو فتخيل أنت اليوم اليوم لو كل العالم عاوز يطبق القانون الذهبي شو بيكون وضع العالم مش هنيك لازم تعرف من أساسه الغرض ما هواش انتقاد ولا مقارنة لأنه كل واحد الله أعطاه عقل وممكن أنت تفكر وتبحث لنفسك الكتاب المقدس موجود بين إيديك لكن اللي عاوز أقوله إنه إساءة يسوع المسيح إنه هو على الأرض كان يعني حتى وهو طفل وهو طفل هيرودوس الكبير أراد أن يقتل يسوع المسيح لأنه أدرك إنه الملك إنه هو المسيح فاضطرت العيلة المقدسة يوسف النجار والمطوبة مريم والطفل يسوع أن يهرب ويأخذ اللجوء في مصر حماية على حياتهم فإذن حتى وهو طفل كانوا بحاولوا يتخلصوا من يسوع المسيح وهكذا حتى الصليب كل المحاولات إنه يتخلصوا من يسوع المسيح وعندما صلب يسوع المسيح افتكروا إنه انتصروا لكن لا هو الفكرة الفداء إنه المسيح قام من بين الأموات وهو حي إلى أبد الآبدين وهو يستطيع أن يخلص ويستطيع أن يشفع في نفس الوقت فإذن هذا ليس ضعف بل قوة إنها ليست خنوع بل شجاعة إن الشخص الشجاع الذي يغفر الذي يسامح الذي يعانق الذي يصافح طوبة لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون فبلاش إثارة الحقد والضغينة والفيسبوك اللي عم بملي كل الشعارات أتكلم للمسيحين شورك إنك فعلا تتكلم كلام محب وكلام مسامعة وغفران لإخوتنا المسلمين لأنه برضو خطية أمام الله إذا أنت في قلبك عم تكره وإذا أنت عندك ضغين اتجاه أخوك المسلم هذا تعتبر خطية القتل وبردو لازم انتوب عنها بس برضو المسيحية قوية مش مش خايفة مش خايفة على الله بتدافع عنه ولا خايفة على يسوع المسيح بتحط حواليه أصوار لا بالعكس التلاميذ لما خرجوا ماتوا من أجل المسيح وملايين اللي استشهدوا من أجل رسالة يسوع المسيح وملايين اللي واجهوا العالم بكل بصدر رحب ومفتوح وأطعموا في مصارعات الجبابرة للوحوش الرديئة يمكن لي بحبك بحبك انك تشوف الحلقة الأسبوع اللي مضى أنا مسيحي شو هي كانت مواصفات المسيحين الأوائل كيف واجهوا العالم كيف تحدوا العالم وهم عم بيقتلوا عم يموتوا وعم يستشهدوا شوف الكلمات اللي كانت تطلع منهم عندنا مثال استفانوس لا تقم لهم هذه الخطئة طبعا عم برجموك الرجم لحجار نازل عليه ما قالش العنهم بيدهم اغفر لهم لا تقم لهم هذه الخطئة اللي عاوز أقوله أحبائي للأسف الشديد إنه الغرب اللي تأسس على المبادئ وجوهر التعليم المسيحي والأخلاقيات المسيحي عم بطالب اللي طالب الله والمسيح أبعد عننا مش عاوزين عاوزين قوانيننا فالنتيجة إنه بتشوف ما في صلاة في رجوع في ارتداد بتشوف إنه حتى البركة خفت يعني هي صدقني لولا لولا الكنيسة البركة بتروح من هذا العالم وبعدين الناس يعني خلاص صارت تتمارس الخطي وبطلت تستحي فيها اليوم بيعتبره الجنسي طبيعي الإجهاد قتل الأطفال في الرحم كأنه شيء عادي وطبيعي مئات الملايين من الأطفال التي قتلت في الرحم بالغرب وبالشرق بالشرق يقتل ليه لأنه يمكن بنت إذا ولد بيخلوه وهكذا في آسيا إلى قري هاي موضوعات طويلة في الموضوع طب كل إنسان رايح يواجه الله أنا عاوز أقول لك أخوي المسلم وأخوي المسيح أي واحد بيشاهدني أنت عم بتسيء للمسيح بطريقتك المسيح بعدم إيمانك وبعدم اتباعك الحقيقي ليسوع المسيح وأنك تكون شهادة حية صادقة أمام كل الناس والمسلم عم بيستخدم كل الوسائل ضغط على الأقليات وللأسف برضو كمان محتاج أنك عيد التفكير شوي أنه إحنا بشر كلنا أولاد آدم وكلياتنا محتاجين نعمة الرب وكلياتنا متساوين عنا نفس الاحتياجات النفسية والجسدية والروح ما أحد بيختلف عن التاني أنا بدعوك اليوم أنك تطلب الرب أطلب الرب ما دم يوجد ادعوه وهو قريب ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره وليتب إلى الله فيرحمه وإلى إلهنا لأنه يكثر الغفران أها بس أوعك تتمادة أوعك تتمادة على يسوع المسيح تعرفوا سألوا عن مجيء الرب يسوع طب ما تيجي ومن زمان وانتوا بتحكونا أنه الرب جاي الرسول بطرس بقول أنه الرب جاي لا يتباطئ عن وعده كما يحسب قوم التباطئ لكنه يتأنى علينا لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة من نعمة ربنا اليوم عندك فرصة جديدة أنك تطلب الرب المسيح جاء كمخلص والمؤمنين المسحيين نشروا الرسالة في كل أنحاء العالم بالمحبة وبالسلام وبقوة يسوع المسيح لكن في يوم من الأيام يا من تسيء إلى يسوع سوف تواجه يسوع المسيح أليس مكتوبا وجيها في الدنيا وفي الآخرة ومن المقربين وهذا الكلام للكل المسحي والإسلام يوم من الأيام رح توقف ألا هو مكتوب عن يسوع حكما مقصطا بالكتاب إنه المسيح هو الديان شو رح يكون شعورك لما توقف أمام الديان اسمع ما قال الرسول بولوس أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول آنته غير عالم إن لطف الله إنما يقتادك للتوبة ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله لأن ليس عند الله مجزا سيأتي وأجرته معه وسيجازي كل واحد حسب عمله مكتوب عندما يأتي يدين الأحياء والأموات عند ظهوره يوما ما ستقف أمام يسوع المسيح إما فاتح لك ذراعه بسبب النعم أنك أنت مؤمن بيسوع المسيح أو تواجه يسوع المسيح الديان عيناه كلهيب نار مكتوب الرسالة إلى العبرانيين مخيف هو الوقوع بين يدي الله الحي الإنسان اللي بتقتل بإسم الدين أوليس عجبا أنت بتموت وتقتل أيضا وفوق كل هذا بتواجه كل الأبدية في جهنم النار بتتعذب إلى أبد الأبدين تعالي اليوم إلى يسوع المسيح قل له أنا فعلت هذا بجهل قل له ارحمني أنا الخاطئ يا رب يسوع تعال أسكن قلبي غير حياتي وأملك على قلبي وعطينا أعيش لأجلك صليها والرب يباركك اشتركوا في القناة